أفادت مصادر صحفية بأن الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية إنشاء بعثة عسكرية تدريبية أوروبية في الأراضي الأوكرانية المصادر نقلت عن خارجية الاتحاد الأوروبي أن مهمة هذه البعثة يظهر التضامن مع كيف في ضوء ما يسمى بالنشاط العسكري الروسي بالقرب من الحدود الأوكرانية وكذلك دعمها على خلفية التوتري مع موسكو بشأن شبه جزيرة القرم تدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا وهذا ما رفضه الاتحاد الأوروبي بالمطلق وأيضا دعم أوكرانيا على عدة أسعدة في مارس 2014 عادت شبه جزيرة القرم أقليما روسيا بموجب استفتاء لكن الاتحاد الأوروبي رفض النتائج وأكد أنه لم ولن يعترف باستعادة موسكو للمنطقة التي كانت تحت السيطرة أوكرانيا في الشهر نفسه كان أول تحرك حقيقي للأوروبيين على خلفية الأزمة وفرضت بروكسل حزمة عقوبات على شخصيات وكينات اقتصادية روسية بصقف زمني قابل للتمديد مرت سنوات وبقي الخلاف على حاله وكذلك العقوبات الأوروبية التي عمل الاتحاد على تمديدها بين فترة وأخرى أما آخر نسخ التمديد فكانت في مارس الماضي حتى يونيو 2022 التحرك الأوروبي لم يكن فقط اقتصاديا الدول الأوروبية المنخرطة في حلف الناتو شاركت في مناورات عسكرية مع أوكرانيا وذلك في سبتمبر 2021 في وقت يحتدم فيه الصراع بين موسكو وكييف وفي الشهر التالي كشفت أنباء بأن الاتحاد الأوروبي يبحث إنشاء بعثة عسكرية تدريبية أوروبية في الأراضي الأوكرانية لصدم وصفته بروكسل بالنشاط العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية